السلام عليكم الكثير جدا المشكلة هذي عندما نقوم بتاعين كلمة سر جديد لتوكلنا البرنامج لا يستجيب المسترفرات تقريبا انها مشغولة او انها غير متاحة كما تشاهدون هنا لما ادخلنا التطبيق تطبيق طبعا محدث وما فيها اي مشكلة والانترنت مزبوط وكل شي مزبوط المشكلة هذي حلا بسيط كل ما علينا هو التوجه الى المتصفح بعد ذلك نكتب هنا توكلنا كما تشاهدون بعد ذلك كما تشاهدون تفتهلين الصفحة هذه صفحة توكلنا لمشا البرنامج الثاني هذه الصفحة التوكلنا الرسمية كما تشاهدون هذه الصفحة الرسمية نضغط على هاذا التي هو احمر سنعون بعد ذلك هنا عندنا نعمل نسية كلمة السر اذا عملنا نسية كلمة السر نقوم باضخن الراكم الهوية و بعد ذلك تاريخ الميلاد الصحيح اللي مكتوب في نفس الها في نفس الهوية كما تشاهدون الآن سوف أدخل الرقم بعد ذلك كما تشاهدون سوف أدخل التاريخ هنا تاريخ الميلاد الذي موجود في نفس الهوية لازم بالسنة وباليوم بالشهر بعد ذلك كما تشاهدون أعمل صح هنا لا يرجع الموافقة على شروط الاستخدام وهنا الاناليستريبوت بعد ذلك بتأكيد تغيير كلمة المرور انتظر إلى أن تأتينا الرسالة حين الرسالة تأخر لأن السيرفر أحيان يكون مشغول انتظر إلى أن تأتينا الرسالة كما تشاهدون الآن تأتينا الرسالة جتني الرسالة هنا أدخل الرمز الذي أجاني في الرسالة بعد ذلك أعمل نكست كما تشاهدون قمت بإدخال الرمز بعد ذلك نكست هنا أعمل كلمة السر الجديدة الذي أنا أحفظها كلمة السر الجديدة وأعيدها تحت هنا كما تشاهدون وأعيدها تحت لازم يكون فيها حرف كبير وحرف صغير وأرقام وتتكون من ثمان خانات بعد ذلك التالي كما تشاهدون قمت بإدخال الرمز الجديد وأكرته تحت عمل التالي تتفكرنا الصفحة زي ما تشاهدون بهذه الطريقة طبعا أنا أذهب للتطبيق وأدخل الرمز الجديد ورقم الهوية ويتفكرنا مباشرة